السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمة المنصورة الراقصة جوزي طلقني وتعليق ناري من مبروق عطية كشفت المعلمة المصرية آية يوسف أن زوجها طلقها بسبب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول رقصها في إحدى مدارس منطقة المنصورة وقالت آية في تصريح للعربية نت إن زوجها طلقها بعد انتشار الفيديو مع ما تبعه من ضجة في أوساطها المهنية والعائلية إلا أنها بررت رد فعل زوجها هذا مؤكدة أنه تصرف طبيعي بسبب ما سمعه بعد الحادثة وأضافت أن الفيديو تسبب في خراب منزلها وتدمير حياتها متسائلة عن الزنب الذي ارتكبته لتواجه هذا المصير كما نشدت المعلمة المصرية الجميع تركها وشأنها بعدما خسرت حياتها الزوجية ووظيفتها بسبب الفيديو المتداول مؤكدة أنها خسرت كل شيء جميل بسبب تصرف غير أمين صدر عن شخص كان معه في الرحلة وأكدت أنها لن تسامحه أبدا لما سببه لها من أزى وضرر سيلاحق أنها حتى نهاية العمر وعلق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف الدعية الإسلامية على هذه الواقعة في فيديو نشره على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك معبرا عن السيائح من الواقعة ومصورها مبروك عطية اللي صور واقعة الرقص استفاد إيه وقال عطية أن رقص المعلمين تصرف مهين لمهنتهم وغير مقبول ومن الأحرابهم أن يقوموا بالقراءة أو المذاكرة أو القيام بما هو مفيد بدلا من حلقة الرقص تلك موضحا لو عندهم عقل ما كانوش عملوا كده ولكنه استنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين لهم في الفيديو الذين قاموا بالتصوير ونشر الفيديوهات بهذا الشكل وأكد مبروك عطية أن القائم على التصوير والنشر هو المزنب والمجرم الحقيقي في الواقعة قائلا ماذا تستفيد عند التصوير والنشر فلم يجن المصور شيئا سوى إيزاء زملائه وطحهم لافتا إلى أن الكثير من أفراد المجتمع أصبحوا في تعطش إلى الفضائح والأزى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن المجتمع يفتقد لغة الحوار بشكل كبير وهذا سببا رئيسيا لانتشار الحوادث والوقائع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة